السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام بكم متابعين الكرام. اليوم ان شاء الله من العنوان الفندوق زي ما شفته كده. اه في مشكلة بتقابلك في الشاشات. انك انت بتلاقي عندك الليدات اللي ضي شغالة. والبوردة شغالة. والشاشة مش شغالة اضاءة. فالسؤال ده سأقوله لي يعني كتير من اخواننا الفنيين خاصة المبتدئين. يعني بيقول لي مسلا انا عندي الشاشة بترفع اللي هو الفولت البوردة دي بترفع فولت. ده بترفع معه فولت. او درايفر ليد. والليدات بيقسها بالتسكتر شغالة والشاشة مش شغالة. طب ايه المشكلة? ايه الحل? طبعا هنرقكم المشكلة دي ان شاء الله. هنشوف ها معنا في الفيديو دي. لكن قبل ما نبدأ الفيديو صلى الله عليه وسلم على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صلى الله عليه وسلم وبركاته على سيدنا محمد وعلى اهله وصحابه وسلم. طبعوا معنا الفيديو ان شاء الله علشان تعرفوا المشكلة دي حلها ايه? آآ مبدئيا كده يعني احنا بتيجي تجي لك شيء زي كده احنا بنبدأ نفحص مسلا الليدات من طبيعي ان انا باجي مسك الشاشة معايا كده اول ما بتيجي الشاشة. وطبعا بافصل سكت الليدات وباجي بتسطر معايا هنا وببدأ اقيس الليدات معايا او المساطر معايا. فلو جينا كده اقسنا المساطر اللي معنا دي. طبعا ان الليد ده عد عليها كزا مرة وعملته. عفوا لكن بحاول اشاركم مع حضراتكم عشان الناس تستفيد وبعد اخواننا الفانين اللي كانوا بيصغيين على الاطل ده. صغيين على الاطل ده قالوا لي الليدات بتبقى شغالة على ان انا بقيسها بتستر كده شغالة من داني ستة وخمسين ساحب الليد ده. ولو جينا كده شوفنا الليدات الليدات مضاقة ما فيهاش مشكلة واضاءة طبيعية ولا فيها اي شيء حتى لو فصلت التستر وصلته تاني هتشتغل معاك طبيعة فصلت التستر هو. وصلت الاضاءة. اشتغلت الليدات معايا اضاءة ما فيهاش مشكلة طبعا التستر لسه بيفتح. كده التستر فتح هو. ساحب معايا ستة وخمسين فولت زي ما هو اقدم حضراتكم. طب تمام. كده انا عرفت عند الليدات ما فيهاش مشكلة. نيجي للبورده بقى. البورده طبعا ممكن تفحصها بطرقتين. انا عندي هنا حاليا اعمل مصطرتين مع بعض يوم او. موصلهم مع بعض يوم. ساعات بخلالهم توالج وساعات بخلهم متوازن الاتنين على حسب. على حسب يحتاجي للشاشة. وده سوكوت او معايا شغال على طول مصطرتين دول مصطرة. آآ الليد فيها ستة فولت. ستة ليد. دي مصطرة الجاك اللي هي المصطرة رشنبة اللي بيقول عليها دي. طبعا انا مصطرهم بجاكو. ده طبعا عشان تعرف البورده شغالة او مش شغالة بتبدأ تقس بالمالتمتر. بتوصل الشاشة باور وبعد كده بتحط بجسات المالتمتر هنا وبعد كده بتفتح الشاشة الفولت بيطلع معاك وبينزي. لكن في بعض الاوقات ما بيأكد لكش ان البورده شغالة. فانا هنا عشان هتأكد ان البورده شغالة. جاب المصطرتين دول اوه. وهنوصل باور ونشوف المصطرة هبضيه معايا او ما هتضقش. كده معي الشاشة اللي اضع اللمبة الحمر ايه. هبدأ افتح باور كده بابل المصطر بتاعتني ايه. هبدأ افتح باور والبسم الله الرحمن الرحيم. المصطر اضاعت معي هاي اللي انا مصطرة في الشاشة. ما فيهش اي مشكلة. طب احنا دلوقتي انا عارف اعطلي منين بقى انا المصطر دي عندي مضاعة. والبورده عندي شغالة. اضاعة اللدات اهي. طب ايه المشكلة عندي? المشكلة عندك هتبقى في اللدات. طب ازاي ما همنور? لا بتبقى اللدات في مشاكل. بتبقى في لومة ضعيفة. بطبقى فيه مشكلة في اللدات. آآ اللدات بتسحب فولت عالي? او مشكلة عندك في اللدات. بتبقى ضعيفة ممكن شاشة تشتغل معك وتفصل وتشتغل وتفصل وانت ده اعتقد انها مش من الاضاعة. لكن هي مشكلة عندك في اللدات. فاواطل ان الشاشة تشتغل معك اضاعة وتفصل دا معظم اوات بيبقى لدات. وعطل انك انا مسلا انت أس البوردت لاحية شغالة زي كده. واللدات مش شغلة. ماسلا لو جينا كده وصلنا اللدات الاساسية. تعال الشاشة. هنا كده. هفصل الشاشة باور اشغالها تاني. الشاشة هنا على وضع اللمبة الحمر هي. هبدأ اشغل دوس باور. ضغط باور. اللمبة طفت ايه? المفروض اللي الدات ضد معي دلوقتي وتشتغل. وممكن تقيسها بالتستر اشتغلت معي ها. بعد شوية هتوصلها تاني مش هتشتغل. يعني انت ممكن تقيس بتستر اللي دات تشتغل معك زي كده لان احنا اصناها بتستر. وبعد كده ما تشتغلش معك تاني. يعني الا افصلت باور كده. هفصل باور. وتحول ممكن تحول مرة تاني تشتغل معك. المرة التالتة ممكن ما تشتغلش معك. هحاول تاني كده. ونشغل نشوف هتشتغل معه مش هتشتغل. هنا اللمبة الحمر ايه هدغت باور. طبعا بلغت باور من جنب من هنا. هدغت باور. زي زي ما انتم شفت اوضاها التانية ايه. لو سبناها شوية بقى هتشغلها مش هتشتغل معك. وهي حاليا الشاشة هي طفي اوضاها. انتظر المكسف يفرغ والبردة تفرغ الشحنة اللي فيها. فطبعا هي ادوات معي لان انا استبت تستر. تستر باور دافعة. فاللدات بتشتغل معك تاني. حاليا المشكلة عندنا في اللدات. ممكن بفي مشكلة في مسترة او في المسترطين. نحاول تاني كده انا موصل باور او. لندن على وضع اللامبة الحامرة. هبدأ افتح الشاشة كده. ركزوا مع اللامبة تطفى دلوقت. لامبة طفت ايه? المفروض الشاشة تشتغل معي دلوقت. زي ما وضع حضام حضراتكم. في التجربة التالتة الليدات ما اشتغلتش ايه. لو جينا ياسنا بالتستر التاني وشغلناها احتمالها تشتغل معك تاني بنفس الوضع هي اهي. بدون ياس التستر الشاشة بتفصل معك اضاء مش شغلة زي ما هي جاية من عند زبون كده فصل اضاء. فالمشكلة دي عندك بتلاقيه في المساطر. من غير اي شيء استبدل المساطر مباشرة ايه الشاشة تشتغل معك طبيعا ما فاش مشكلة. لان احنا جربنا المساطر دي اشتغلت معي على طول. لكن بعد ساعة اول ما قيسنا بالتستر مفروضة ما كنتش قيست بالتستر الاول. قبل ما اجرب المساطر دي معاكم لكن بعد ما قيس بالتستر بعد ما بتقيس بالتستر بتحاول تشغل اللدات ممكن لقى اشتغلت معك تاني. فهنا حاليا المشكلة عندنا فيه اللدات. فيه الاضاءة بتاع اللدات. فيها مشكلة مكربة لد ضعيف في مشكلة طبعا البوست الكونفورتر بيبدأ يراجع على المساطر. لو لقى اي مشكلة لقى سحب مش طبيعي حاجة كده كده بيجي فاصل نفسه مبشارتا اللي هي دايرة الاضاءة بتاع الشاشة من هنا. لو لقت اي خلل في المساطر دايرة الاضاءة اللي موجودة معي هنا دي. لو لقيت اي خلل في المساطر عندك ما بتشتغلش معك ما بتضقش. فللسبب دا ممكن تقس المساطر عى تستر تشتغل معك. وتقس البورده تلاقي شاغلة وتلاقي الشاشة مش شاغلة اضاءة معك. فدي عمتا ان واطل بيبقى اطل مساطر. دي مرحلة. المرحلة تانية ممكن لشيتيش تشتغل معك شوية اضاءة وشوية متشتغلش اضاءة وشوية تشتغل اضاءة وشوية تشتغل اضاءة وشوية dannalerON مساطر. عشان برضو يبقى عند حضرابكم عالي. وده كان جواب عن اه سؤال من اسئلة المتابعين. الناس حبيبنا اللي متابعيننا على القناة. كان بعض اخواننا كزا السؤال ده تكرر كتير. يقول لي انا عندي درايفر لده او البورده شغالة اقضاء. والشاشة واللدات شغالة اقضاء. لكن الشاشة ما بتشتغلش على اللدات اللي فيها. دايما طبعا كنت بقول له حاول تجرب اللدات جديدة على الشاشة. علشان كده احنا بنوضحنا لحضرابكم العطل ده. علشان الكل استفيد به. لانه عطل بيحير شوية. يعني انا كفني مسلا وراجل يعني شغال. لوما العطل ده ما عد عليه كزا مرة كنت اقول يعني كنت احتر فيه شوية. طب العطل عندي منين اللي ده شغالة ده وده. لكن شكك انا هيبدأ برضو في المساطر. فهنا حاليا عطلنا عطل مساطر رضاء. فغير مساطر ان شاء الله اشتشغل معك طبيعيا ما فيهاش مشكلة. وهنا ان شاء الله يكون الفيديو مع tavaكم انتهى يا ريت نكون افدناكم في الفيديوهات دي وان شاء الله انتظروا مننا الافضل. وهنا مش محتاج منكم غير شيء واحدة بسي. لو استفدتم الفيديو انك انت تشارك الفيديو مع الناس لو مش مشترك في adalah والقناة تشارك معنا وتشرفنا وتلغط لايك على شانryw ما نقدر نستمر وتدعموا القناة والفيديوهات دي تقدر الناس تشوفها والان شاء الله يكون الفيديو انتهى مع حضراتكم النار داي حد عنده تعليق او اصف صارتوك اسفل فيديو. ونقدم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصارة السلام على نبيل هو ده سيدنا محمد. اللهم صلى الله وسلم وبرك. اهلا سيدنا محمد وعلى اهله وصحة وسلم.